احلى حاجة في كرة اليد المصرية ان كل الناس فيها بتنبسط تلاقي الاهلي بينبسط والزمالك بينبسط تنبارح احتفلنا بالاهلي وانجازاته في كرة اليد والنهارده نحتفل بالزمالك وانجازاته في كرة اليد كل مبسوط في كرة اليد دايما بين الاهلي والزمالك ناديين الكبيرين اللي دايما في كل الالعاب بيعملوا انجازات عظيمة جدا وهيتبادلوا دائما الانجازات فالنهاردة يوم نادي الزمالك، يوم كورت اليد في نادي الزمالك الكابتن حازم ممنوح نجمي نادي الزمالك يشرفني وينورني مترحازم مناور الدنيا اخبرك ايه؟ الحمد لله اخبرك كل محاول كل مائم انا عايق رمز اخبرك سنفوه سراحة هنفوه انا نفوه انا لارك ستيفش اقول قولي يقولي في نفسك مناور الدنيا فايضا يشرفني مناورني الكابتن حسين جمال محايل اداء لفريق كورت اليد في نادي الزمالك كابتن حسين مناور الدنيا اخبرك ايه؟ شكلك سهير ايه نص نص صح انا شوفت انا انا بقراها يعني بعرف مين اللي ممكن اصحر زي ومين اللي بقراها هو ينام بدج انا اشتغل اصحابات وليه؟ طول الوقت المحاضرات والكلام والشغل طبو انت بتلعب كنت بتصحر ولا بتصحرش؟ لا لا كنت محتاجم زيك كنت محتاجم بداي بطولة في الاخر خلت موسم من الزمالك شكله ختامه كويس بعد بعض التعصرات كسبت بطولة كأس الكوس الافريقية وهي بطولة اكيد غالية عليكم اكيد طبعا ايه اللي حصل بقى ازاي لميته بعض انا عارف في ظروف كثيرة وصعبة مش حابب هدخل فيها بس قدرت ورغم كل الظروف ان انتوا حقاوا بطولة صعبة جدا قدام فريق جاهز جدا وماشي بشكل كويس جدا دي حقيقة الله احنا يعني موسم بالنسبة لنا طبعا كفريق او كمنظومة كورت الياد دي في ناس الزمالك الموضوع مش احسن حاجة مش احسن موسم دينا طبعا لان احباك عارف يعني احنا بالنسبة لنا تسيزون مثلا لو فيه ست بطولات فخمس بطولات ده احنا كده برضو يعني الدنيا مش احسن حاجة فاني يقع مننا ثلاث بطولات دي الموضوع بالنسبة لنا كان صعب فاحنا كنا مقاتلين الصراحة لغاية اخر وقت اخر وقت في السنة علشان طبعا ما ينفعش يعني ما ينفعش ان يطلع كده موضوع يبقى صعب الصراحة جمالي زمالك كان دايما لوام يعني هو جمالي زمالك فاهم ظروفك وفاهم الظروف اللي بستعرضولها بس بيلومكم دايما على فكرة انه لأ احنا الفريق اللي بيكسب الفريق اللي بيحصود بطولات الفريق اللي دايما بنقول عليه كثيرا انه يفرحنا فريق كورت الياد ويهيه النتائج ما كايتش جيد دي حقيقة اكيد طبعا عشان احنا يعني الحمد لله احنا معودينهم على مكسب دايما فاكيد لما نقع كده موضوع يبقى صعب بالنسبة له صعب طيب جمالي حسين قبل مسألك على كل ما يحدث في فريق كورت الياد في نادي الزمال انا بفهم شغلانة محلل الاداء في فريق كورت القدم بفهم بيعمل ايه وتفاصيلها شغلانة محلل الاداء في فريق كورت الياد هي شبهها ولا مختلفة عنها هو المبادئ واحدة بس بتختلف حتى من شخص لشخص مش من نادي النادي من شخص لشخص يعني مثلا طلبات حضرتك غير طلبات حازم المداربين يعني بالضبط فأنا بشتغل مع المدارب بشتغل مع مدارب اللجوان بشتغل مع اللعيبة لعيب لعيب كل اللعيب بيبقى عايز يدخل المدش جاهز عارف اللي قدامه بيعمل ايه انا هعرف عدي من اللي قدام ازاي ولما اوصل للجون الجون ده استهيله عامل ازاي ايه افضل حتة اصوب فيها او ايه اسهل الطرق ان انا اجيب بيها جوان بتشتغل بها على كذا حاجة فيديوهات احصائيات المعد البلاني يطلب منك مثلا الريد بتاع اللعيب مثلا سي اول عشر دقايق انت تمام تاني عشر دقايق مش تمام اخر عشر دقايق تمام انت فيه عندك مشكلة في النص يعني نص الشوت فبكلم اقوله فيه مشكلة عندي مثلا حازم او سين من الناس في تاني عشر دقايق فهو يبتدي يلاحظ بقى اداءه في ايه ويشتغل على اللي هو يفضل من امتى احنا بنشتغل بفكة محايل الاداء دي في الاجهزة الفنية في مصر او تحديدا هو اول حد ابتدى منتخب مصر مع المهندس محمد امام بعد كده دخل محمد سليمان مع النادي الاهلي وبعد كده مع الناشئين منتخب بعد كده بقى اجتمت في الاجهزة الفنية وبدأ الموضوع ده بقى مهمة بقى لي مثلا من خمس سنين موضوع عصد ما بقاش شكلي او ما بقاش اضافة موضوع مهمة يعني انت بتحكيلي كده انا بفهمها في الكورة انه هي حتى في الكورة مش كتير قوي بيستخدموها يعني بس هي بقى الضرورية انه مش تعرف تغير المنافسة الا بمحل الاداء بالزبط لا وكمان اللي بيزود عندنا في الزمالك او في مصر عموما فكرة اللي انت عندك مدربين اجانب لا هو اصلا قبل ما يبقى مدرب هو اشان كان شغال محلل يعني مثلا تحليل برا مثلا من 2004 موجود محلل مع الجهاز احنا الكلام ده في مصر بقى انا مثلا ست سبع سنين بس صحيح فانت يعني مثلا ماتيو جارالدة اللي كان ماسك معنا في اول سنة لا هو ضاف لي حاجات يعني زود لي حتة تشريح يعني تشريح اللاعب رجله لو كده فهو غزبا عنه هيشوت في الحتة دي عكس ما كنا شغالين قبل كده ضاف لك انت؟ جدا ضاف لك انت؟ يعني ضاف لنا بس انا بالنسبة لي الصراحة مكنش معارفش مكنش في كاميا ما بيني وما بينه ومعارفش ليه يعني السبب ليه انا مش عارف الصراحة مكنش يعني كان فنية ولا شخصية والله معارفش يعني انا بالنسبة لي حتى مش عارف بس اكيد قعدت في مرة ما عادت تسأله يعني تقول له ايه مشكلتك معايا لا صراحة ما كلمتش مع اصلا؟ لا ينسى بالامور تمشي كده ولا كلمت مع حد من الجهاز المعاوض اصلا انا بالنسبة لي انا اهم حاجة عندي انا اعمل علي صحة فكنت بعمل علي في التمرين انا لعيب انت مدرب خلاص بتلعبني دي بتاعتك طبعا مش هتلعبني برضو انا هشتغل واعمل علي ان انا طبيعي حلمي مش هيوقف يعني او ما لعبتش ماشي ما فيش اي مشكلة بالنسبة لي هشتغل اكتر بس لغاية ما وصل ان شاء الله هل انت كنت مثلا بتنفس تعليمات وبيحس ان انت مثلا انا حاسب من انت بتتكلم معاك ان انت عندك شخصية وممكن تتكلم وتعترض او تقول ده اه وده صح وده غلط يعني مش ملعبة بالعكس والله يعني انا بالعكس انا باحترم كل المدربين ايا كان مدرب نادي او منتخب لا طبعا احترم وجهة نظرهم وده طبيعي يعني وده لازم صح لازم ده يحصل لان انا في الاول في الاخر انا العيب في الفريق وهو مدرب الفريق صح بس فطبيعي انا لازم اسمع كلامه يعني حتى لو غلط يعني مثلا لو غلط طبيعي انا لازم اسمعه رحيلوا عن الفريق قبل نهاية كاس الكبوس فرق معاكو اجابيا؟ والله او مش بالشكل ده يعني مش بشكل مش هنقول اجابيا بس اه يعني كان فيه برضو شوية غلطات اكيد اكيد طبعا اي حد بيغلط وزي ما قلتلك كده كده انا حاس ان انت عايز تقولي بش عايز تقولها بالسانك بس انا مستفدتش منه يعني في النهاية يعني اللي ممكن نتكلم على الفريق انا عايفي انت عايز تتكلم بشكل محترم طبعا بشكل هدي وده شيء يحسبلك بس انا حاس ان انت ايه يعني اللي هو طبعا انا خدت منه ايه لا 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 استفدت اكيد اكيد لا لا اكيد اي حد اتمرنت معي لا طبعا استفدت منه بس بس ايدي كانت مشكلتي يعني يعني بالنسبة لي ما فيش اي مشكلة والحمد لله على مدار السنين كلها اللي انا لقبتها لا الحمد لله ما كانش في اي مشكلة مع اي حد سواء مدرب اداري جهاز ايا كان لا الحمد لله يعني فلا اكيد استفدت اكيد استفدت طيب قبل ما اروح لكابتن حسين هل تقدر تقول المدارب المحلي افضل او المصري افضل او الاجنبي في مقارنة الشبابية ممكن تحطها ده بيبقى ليه حاجات معينة عايز ينفذها وده بيبقى ليه حاجات معينة عايز ينفذها ده بيبقى دارس حاجة وده بيبقى دارس حاجة فطبعا وطبعا حدريك زي ما انت عارف المدارس بتبقى مختلفة يعني المدرسة الاسبانية غير المدرسة الفرنسية غير المصرية طبيعية طب مفهوم طيب كابتن حسين انت وانت كمحل الاداء بتدي للمدربين كل ما يخص المنافسين ولا بتدي له كمان كل ما يخص الفريق بتاعه احنا الاول بنشتغل على التمريم بتاعنا بحيث تختار البوزيشن بتاع كل لعيب صح مثلا انا هاعرف ادافع هنا ولا لا ممكن اعرف ادافع هنا ما عارفش ادافع هنا فانت كل ده بتجربه فاحنا كل تمرين من اول السيزن بيتصور بنحلل كل تفصيله في التمرين فاست بريك كل فاست بريك انت جريد فيها الدقيق ده بالنسبة للتمرين والنتائج اللي بنتلع بها من التمرين بنتبعها في الماتشاط اللي هو غير ما نوصل للتشكيلة المثالية اه يعني انت اللي انت بتوصله للمدرب قد يؤثر على تشكيلته يؤثر على تغيير طريقة اللقب يؤثر على كل ده بزبط صح كده بيبسل ده اه هو اصلا بيبقى مهتم بكل تفصيلها انا بقى جاي التمرين اه عارف هخلي كذا جنب كذا جنب كذا هيدفعه يعني انت ممكن في الاخر تبقى سبب في استبعاد لاعب او ضم لاعب للتشكيلة بس مش بالنسبة اه بالنسبة 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 يعني في الاخر خالص انا مهمتي اوصل المعلومة فهمت انت هتنفذ المعلومة مش هتنفذها دي وجهة نظر مدير الفني انت كده فهمت يا حازم من اللي كان عامل لك مشكلة شفنا بليش يمنى لا صدع روحكو حبايب فداني 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 عادي فداني لا شادر اقول لحاية ما طلعش المدرب شادر اقول لحاية شادر اقول لحاية جات من نارة بالنسبة اوه شفت 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 انت دلوقتي خدام طيب من الحاجات ان انت في مرة مسلا قلت للمدرب قلت له بص لازم تحط اللاعب مش عايز اقول لك استبعاد بس لازم تحط اللاعب دوت معك في التشكيل او اللاعب ده مهم جدا او ارقامه في التدريبات كانت مهمة جدا حتى والمدرب ما كانتش يحطه قدام يعنيه انه يبقى موجود في التشكيل بس انت بتقول له ان اللاعب ده ارقامه مهمة كانت في مناسبة ايه او لاعب مين اه لا هو ما حصلش كده بالزبط يعني انا زي ما بقول لحضرتك انا بدي المعلومة ممكن لو ما اخدتش بالك من المعلومة اعيد لك المعلومة تانية بطريقة مش مباشرة اللي انت تاخد بالك بس اللي انا اقول له اعمل كذا طلع كذا مش يعني مش بتاعتي مش مش هدتي كل اللاعب بتيجي تسألك على النقاط ضعفار او 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 انا عملت النهاردة ارقامي كانت عاملة ازاي كم مساء واحد زي احمد الاحمر بكل تاريخه العظيم ده ممكن يهي يتكلم معك في تحليل حصلت من يومين حصلت من يومين اكيد يا كابتن احمد مش هكلبك بحاجة صح؟ بحاجة اكلمك بحاجة انت زي الفل طيب كابتن حازم انت المفروض يعني عادك بيخلص مع نادي الزمالك الفترة اللي جاية راسم حاجة احتراف مصر يعني راسم مستقبلك اتكمل مع الزمالك طبعاً راسم في المستقبل بتاعك ايه؟ والله انا شرف ليه طبعاً انا لو كملت مع نادي الزمالك انا ما عنديش اهي ومشكلة بس انا طبعاً حاطت ان انا عايزة احتراف جاية لي حاجات اه جاية لي حاجات من بره مصر ومن جوا مصر برده جاية لي حاجات برده كتير بس اه لا انا عايز عايزة اطلع بره بس جوا مصر معروف انه جوا مصر الكبار ببنك تلعب في الزمالك فانت لو هتوستلعب تلعب في الاهل يعني صح اكيد يعني انا بدأ بتتوقع اه طبعاً اه طبعاً اكبر اكبر ناديين طبعاً اكيد مع احترامي طبعاً لندية التانية لندية التانية محترمة جداً طبعاً بجد بس فانا لا انا وجهت ان شاء الله ان انا عايز احترف ها وعلشان يعني زي ما قلت حقيق يعني الجرال ده موضوع ما كانش معي احسن حاجة ما شاركتش كتير السنة دي مع السنة اللي فاتت برده مع الاربع سنيه الصراحة يعني كان موضوع بالنسبة لي مش احسن حاجة في النادي ما كنتش باخد فرصة فرصة كبيرة بس الحمد لله ما كنت باخد فرصة طبعاً كنت بقدي وبشادت طبعاً الناس كلها الحمد لله يعني بس فانا انا حبيب ان اطلع بقى اطلع بره شوية كده واكيد تحت امر نادي الزميل في اي حاجة في اي وقت اكيد لو احتاجوني بس بعد ما اخد فرصة بره او بعد ما اخد فرصة بره لهاية لو مفيش حاجة مناسبة بره هنشوف بقى ندرس لسا شوف واضح ان هو في كتير يعني فانتاخد قرارات مدرب اسباني برضو المنتخب مش قلقك الموضوع ده لا خالص لا خالص مش قلقك تجربة اسباني اسباني فتلاقي نفس المدرسة من كنت رسا بتتكلف لا 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 هي طبيعي ان احنا خلاص في مصر بالنسباننا موضوع بقى الاسبان يعني حتى في النادي السنة اللي فاتت كان اوليفر برضو في الاهلي ديفيد فموضوع لا خلاص تحس ان انت خلاص خدت على الموضوع يعني انت خدت على السيستم الاسباني فلا الموضوع مش مش موء اللي طبعا ده بالعكس بالعكس مميز ومختلف على اللي كان موجود في الزمان مختلف كمتاحسين الحالة النفسية المعنوية عند اللعبين دي انا فاهم ده مش اختصاصك في الاصل خسارة بطولات ممكن امور مادية في شوية مشاكل كده ممكن تعطى للعب حتى فنان في الملعب بسبب امور نفسية انت وانت بتشتغل بتبقى حطوطها في اعتبارك هي النقطة دي بالذات ما كنت شايل همها او في ناس كتير في الفرقة كانت دي مهمتها كابتان احمد الاحمر كريم هنداوي لا انا مش بقولك بقى انك تتعامل معهم انت نفسيا انا اقصد انه مثلا لو واحد النهاردة مش في مستوى واحد عنده مشاكل وانت بتحلل الاداء بتبقى متفاهم ان هو حالته نفسيا مش منذبطة فده السبب او بتبقى بتبقى الشايف بقى لا ببقى عارف ان ده السبب طبعا بس الفترة دي ما بتقولش عند اللعيبة عشان زي ما بقول لحضرتك اللعيبة الكبار دي قدت اللبس اصلا يعني عندنا في النادي دي حياة اي مشكلة بتحصل ما بتطلعش بقى الاودة صحيح مشكلة مادية نفسية عائلية حتى لا احنا اسرى واحدة كلنا الجهاز واللعيبة اي مشكلة عندك بتتحل يعني الحمد لله يعني دي نقطة قوية قوي عندنا في النادي صحيح كبت حسين انت شرفت ونورت الله يخليك كبت الحزب نورت الدنيا اتمنى لك حقيقة توفيق في خطوتك اللي جاي مهما كانت يعني انا بشكرك شكرا جزيلا وشتصهارك المرة الجاي بس وانت جايلنا بقى من اوروبا ايوه ان شاء الله